السؤال الحادي عشر ما الحكم لمن دخل إلى جوفه شيئاً رغماً عنه؟ هل يكون مفتراً بذلك؟ من دخل إلى جوفه شيء رغماً عنه دون اختيار بيطمضمط كده بلع شوية مية استنشق دخل شوية مية استحم فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار أو دخلت إلى جوفه بعوضة أو غبار هل عليه شيء؟ أبداً ربنا لا يؤاخذ الناس إلا على التعمد فصومه صحيح ولا شيء عليه وتلك رحمة من رب العباد لا يؤاخذنا إلا بما تعمدت به قلوبنا والله أعلم